اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعاً بدوري ألفا العهد يلي اليوم عم يلعب بضيافة الإخاء الأهلي علي اللي عم يشوف تشكيلته مباشرةً على الشاشة أمامنا طبعاً مباراة مهمة جداً بالنسبة للفريقين العهد ليستش الانطلاقة بيشوف أنه لازم تكون مثالية العهد يلي بعد مخاط أي مباراة بالدورة الموسم وبالتالي اليوم عم يتطلع على نقاط تلاتي بشكل كتير كبير مثل الإخاء الأهلي علي طبعاً الإخاء يلي عنده أربع نقاط بيعرف اليوم أنه على أرضه وبين جمهوره إذا ما فاز رح يكون بصدارة دوري ألفا وحيداً لأنه الأنصار مبارح بعد ما التحق بالبرج والنجمة بصدارة التأتيب كل واحد منهم عنده ست نقاط الإخاء الأهلي علي خلفهم تماماً بأربع نقاط الفوز اليوم ورح يكون له طعم مغاير رح يكون له طبعاً أكتر من معنى وأكتر من أهمية الأهمية الأولى والأهمية الأساسية والرئيسية اليوم بالنسبة للفريق الجبل هو الحصول على الصدارة فارس بصر خير شرويل وبصر خير كميلة كل المشاهدين فريق العهد يلي اليوم عم بيلعب بطريقة أربعة اثنين واحد ثلاثة الإخاء الأهلي علي بطريقة ثلاثة أربعة ثلاثة التشكيل الأساسية لفريق العهد وإذا منطلع شوي على لعبين احتياط أسماء رنينة أسماء كبيرة موجودة على مقاعد احتياط فريق العهد بمباراة اليوم عم نحكي عن خليل خميس حسين دقيقة هيسن فعور أحمد زريح وعيسى يعقوب وخمس لعبين من العيار التقيل موجودين على مقاعد الاحتياط بسبب الإرهاق بسبب الطعب وكترة المباريات وغيرها باسم مرمى الرتقة يعمل تعديل كبير على تشكيل توليوم فريلي خال أهلي علي عم بيلعب بطريقة ثلاثة أربعة ثلاثة مع كريستوفر مونتالي اللاعب بالزامبي يلي عم بيلعب كقلب دفاع نادر مروش وشادس كيف حده بينما الديمون أربع لعبين كارلوس لومبا اللاعب البرتجالي يلي دوره دفاعي سعيد عواضة حسن دين ومحمد عطوي أمه بالخط الأمامي كارلوس ألبيرتو كريم درويش وأحمد حشيزي على مقاعد احتياط فريق لخال أهلي علي كمان أسماء رنيني مثل محمد أبو عطي حسن محمد محمد كرحاني حبيب الشويخ وغير ومبغيب عن فريق لخال أهلي علي بيلال نشدي يلي كانت تعرض لإصابة خلال مباراة ردية قبل انطلاق الدورة مع الأنصار مباراة كانت لخاء والأنصار عم بيغيم بسبب كسر بكحلو وصورة تذكارية اللي عم بيخدها فريق العهد فريق العهد على أمل كل التوفيق ويرجع نشوف لأول مرة بتاريخ لبناء لقب أسيوي بعد محاولات كانتنا نجم للصفا على أمل نشوف فريق العهد عم بيحرص اللقب اللقب الأسيوي يلي المباراة مؤررة تقوم بكوريا الشمالية بـ 22 تشرين الثاني المقبل مع فريق 25 أبريل 25 أبريل يمكن بأبريل شاربين يزبط بس المهم ما يزبط بتشرين الثاني يعني وأيضا كل الأمل وكل الأمنيات إنه الاتحاد الأسيوي اللي كرة القدم ينظر إلى هالمباراة تحديدة ويتم نقلة من كوريا الشمالية لنقدر نتمكن من متابعة على العهد بهالاستحقاق المهم الاستحقاق الأهم برأيي على صعيد كرة القدم اللبنانية من فترة طويلة وطويلة جدا لأن العهد على أبواب إحراز أول لقب خارجي بتاريخ الأندية اللبنانية النجمة بالـ 2005 يوصل إلى النهائي ما توفق وأيضا الصفة نفس الأمر بعام 2008 كل الأمل إنه بطل لبناني يقدر يغير الأمور ويقدر يغير الصورة الكرة اللبنانية من دون شك بحاجة لإنجاز منه النوع وخصوصا إنه على أبواب أو بالأحرى دخلنا بباب الموسم الجديد موسم 2019-2020 لكننا بنأمل أن يكون مستواه أعلى على الصعيد الفني وتكون المنافسة والندية أكبر للعهد تحديدا المسيطر على الألقاب بالسنوات الأخيرة الأصدار جاهز بسيط نقاط النشم جاهز بسيط نقاط أيضا البرج الوافد الجديد عم يأكد حضوره بيقوم دورة الدرجة الأولى وبتالي العهد بيعرف كتير منيح أنه دائرة المنافسة عم تتسع أكتر وأكتر اليوم عم ينظر إلى ملعب أمين عبد النور ليوضع حجر أساس حجر أساس له بهالموسم الجديد طبعا تبعناه بمستوى عالي جدا قدمه بمواجهة الجزيرة الأردني فوزه 1-0 بهدفه لنجمة تونسي أحمد العكايش هي مكان مفاجأة أبدا لا يلي بيعرف مستوى فريق العهد العهد يعني كان استهل الموسم رسميا إذا فينا نقول بالفوز بالكأس السوبر يعني مهدي خليل عم نشوفه كمان يوم بأول مباراة له بالدورة له الموسم مهدي خليل كمان مرة من له سلمات للشبل يلي عم يرجع العكايش حديث الشارع حديث من وسط كله أحمد العكايش اللاعب التونسي الدولي السابق يلي احترف بأكتر من فريق وخاصة بالسعودية أحمد العكايش سجل هدف الفوز أحمد العكايش سجل هدفي الفوز بكأس السوبر ولاعب من الطراز الممتاز هل رح يتمكن فريق نخال أهلي عليه على أرضه وبين جمهوره أنه يعرق للعهد بأول مباراة له بدورة ألفا هده الشي يلي بيتمنيه أكيد النجمة يلي بيتمنيه الأنصار هالفرق يلي بتنافس على اللعب وكرة البداية مع كريم درويش يلي بحرك كرة البداية لمحمد عطوي سريعة من نادر ماروش لكريستوفر مونتالي للومبا اللومبا اللعب البرتجالي يلي عم يتعرض لأول خطأ بالمباراة بذهب الموسم الماضي العهد كان عم يفوز بنتيجة 2-1 حسين زين محمد حيدر وأحمد حجيزي للإخاء أما مباراة اللي يب كانت كارسة بالنسبة للأفريق الإخاء الأهلي عليه المباراة يلي انتهت بفوز العهد بنتيجة 6-1 أحمد زريق حسين منذر ربيع عطايا سمير أياس ومحمد أدوح مبارتي هدفين بهالوقت ترابلوس والغزية نتيجة تعادل واحد واحد ترابلوس تقدم الغزية عدل من ركلة جزاء بنالتي هيدا بالنسبة لمباريات الدرجة الأولى يلي عم تصير أيضا مباراة ضمن الدرجة الثانية رح نعطيكم نتيجتها الاجتماعي يلي عم يتقدم 1-0 على فريق الرسي بي ترابلوس المباراة اللي عم تصير ضمن بطولة لبنان لأندية الدرجة التانية يلي بيتصدرها الحكمة وحيد منفرد بتسع نقاط من الثلاث مباريات نور منصور لأحمد صالح يعني تشكيلة العهد الأساسية والأحتياط هن نزيتهم بالملعب ما في فرق أبدا علي حديد بيتعرض للخطأ من سعيد عواضة سعيد عواضة كابتن فريق لخاء الأهلي علي وحسين زين كابتن فريق العهد بغياب هيسا فعور يلي موجود اليوم على مقاعد الاحتياط يعني هالأسماء الكبيرة بالنهاية في ثلاث لعبين رح يشاركوا بها المباراة وفي لعبين ما رح يكون عنده فرصة ينزلوا على أرض الملعب وقت بدك تلعب بطولة كاملة بدك تنافس بأسيا بدك تنافس عربيا بدك تنافس محليا بدك فريق يكون مثل فريق العهد عنده أسماء على مقاعد الاحتياط مثل الأسماء اللي موجودة بالتشكيل الأسية حسين زين بيتقدم بيترك الكرة لربيع عطايا ربيع عطايا لحسين زين حسين زين على الشهر اليومية بيلعب الكرة داخل منطقت الشساء بين ايدين شكر وهبة عم بيجرب على السريع يعمل شي فريق العهد ببداية المباراة شكر وهبة اليوم الحارس الأساسي ردوان كسيب الحارس البديل بصفوف فريق لخاء الأهلي علي محمد حمود اليوم الحارس البديل مثله مثل هادي خليل بتشكيلة فريق العهد محمد درويش عم بيقود المباراة وبعاونه ربيع ميرات وتيسير بدر ماهر علي الحكم الرابع أحمد الصالح لعب منتخب سوريا بمرر لعلي حديث عبد الوهاب أبو الهيل وباسم مرمر كل واحد منه مقب ببداية المباراة بالمكان المخصص لأله لا يعطي تعليماته لليعبين نور منصور لربيع عطايا ربيع عطايا بتركها لوليد شور وليد شوريا للعب المقسم الماضي مع فريق الرسنج معار من فريق العهد عم بيرجع لفريق العهد وعم بيقدم مستوى منفز مع فريق العهد كرة حالية مع طارق العلي طارق العلي بيخسر الكرة بتقوح سريع لفريق نخال أهلي علي مع برسنجي كبير عم بيكون من طارق العلي سعيد عواضة باعتبرها من نادر المروش يلعب لاللومبا اللومبا الليعب البرتجالي كارلوس لومبا أول موسم لإلو بلبنان نور منصور التقص أكتر من ممتاز التقص ميخالي للفريقين ما في شوب ما في شمس ما في حرارة أبدا بمحمدون هالمسيف الرائع يلي اليوم ملعب أمين عبد النور عم بيستضيفها المباراة المحتسبة على أرض فريق الإخاء الأهلي عليه أحمد صالح لعلي حديد علي حديد بيتقدم علي حديد لمين كرة للعكيش العكيش رائعة ما أريها علي حديد ما أريها علي حديد والسؤال هل رح يسجل العكيش بها المباراة إيه أو لا شربل فإزاً بداية مباراة سريعة يعني شصبت أكتر عم بتقوم من فريق إخاء الأهلي عليه يلي عم يشوف فريق العاهد اليوم هالبطل الأسوي البطل المحلي اليوم بدك تواجه البطل بدك تعمل إحساباتك كتير كبير وطبعاً نعمل إحساباتك عبدالوهاب أبو الهيل بطريقة جيدة قبل بداية المباراة ولو أنه بيقواف لستراتيجيته الدفاعية الكلاسيكية المعتمدة على ثلاث لعبين بقلب الدفاع وطبعاً لعبين على طرفي الملعب إن سعيد عواضة وحسن ديب رح يكون عنده شغل كتير كبير لإيقاف المدى الهجومي على هداوي خطوصاً من أجهة اليمنى مطرح ما بيتقدم دائماً حسين زين لمؤذرة ربيع عطايا وبالتالي شغل كبير بنتظر حسن ديب نفس الأمر بوجود علي حديد وطارق العلي على الجهة اليسرى بمواجهة سعيد عواضة مع تبريير ممتاز التبديل للمراكز رائع جداً حسين منذر ويلي عم ينطلق على الجهة اليسرى حسين منذر بيلعب الكرة على مامية خطيرة جداً للعهد النمى الكرة إلى خارج أرض الملعب شوفوا تبديل المراكز اللي عمله العهد قد يسمح له أنه يقدر يفتح الملعب يقدر يلاقي نفسه قريب من منطق جزائي اللي خال أهلي عليه حسين منذر بدل مركزه وعلي حديد بلحظة قدر يستلم على الجهة اليسرى ينطلق بالمسيحة الفارغة ويلعب الكرة الأمامية هالأمور يلي بدون يتمهم منهم كثير اللي خال أهلي عليه عالي جداً للعهد تكتكياً ولعبينه بيعفوا يتصرفوا بذكة كثير كبيرة على أرض الملعب يقدر يواجهوا أي منظومة دفاعية ويفكوا شفرتها من خلال التحركات من دون كرة يلي بتميزهم بشكل كتير مني شاكر وهم يبيلعب هالكرة الأمام مقطوعة من نور مصدور بوسط الملعب إنما أحمد حجازي عم يفرط حالياً فرصة هداف أول الإخاء كول أحمد حجازي دفاع العهد عمبي حجازي بشكل مبكر بهالمبارات ما فيه كنتتك وهيك لاعب بدهاركن اللعب السريع يلي كان منتظر بها اللقاء بالتحديد بالأميس الأصفر أبل ما يسجل عودته إلى أهم مطرح إلى الملعب يلي كان أهم حتى بمسيرته عم يقول للعهد استغنيته عني لكن أنا ما بستغني عن هوايتها المفضلة وهي هز الشباك مرة شدي أفضل هداف لبناني بدور الموسم الماضي عم يسجل وضد مين ضد الفريق يلي كان بيشوف فيه المهاجم الداعم لمهاجمين والأجانب الأساسيين لكن مش أحمد حجازي يلي بيستحق يكون مديل بيستحق فقط يكون أساسي وهو طبعا أساسي بهجوم الإخاء وأساس الأهداف يلي بيسجلها على فريق الجملة كرة ممتازة من محمد عطوي مهندس خط الوسط إلى الهداف القاتل بيعرف وين يحط الكرة دائما والكرة اللي بيحطها دائما بالشباك هيدا الأمر يلي عم يعمله أحمد حجازي بشكل مبكر وهدف التقدم للإخاء الأهلي علي العهد تحت ضغط الإخاء عم يستقبل العهد بهدف عم يستقبل العهد بالدورة بتقدم عبر أحمد حجازي كرة أمامية مقطوعة من سعيد عواضة على الإخاء مرشدين باللجوم موزر عم يحاول يضغط على العواضة لكتبريه ممتازة لأحمد عطوي الكرة أيضا لكريم درويش كريم كريم عم يتقدم شوفوا شو مهاري شوفوا شو سريع شوفوا دمريته على أمامية في تسلل في تسلل هالمرة على سعيد عواضة رائع جدا الإخاء الأهلي علي بالطريقة يلي عم يتقل فيها من الدفاع إلى الهجوم على أرضه بمعقله ما بيسبح أبدا أنه يخرج أنه يخرج خاسر يعني هالكرة هون بالإعادة ياريت تشوفها مرة جديدة أتأكد أكتر من حال التسلل يعني في شك كبير بالرأي يلي رفع الحكم المساعد الأول ربيع عميرات وكأنه سعيد عواضة بدأ بالنسبة لإلي منه متسلل على هالخات بدأ أكيد إعادة لنتأكد أكتر على كل حال كنت عم بحكي عن نقلة الكرة عند الجخاء الأهلي علي أنا أيضا بدوره عارف شو يعمل عارف ليه المسيحات الفيرغة عم يعتمد بشكل سريع على الانطلاقات السريعة يلي بيقدر يعملها كريم درويش هيدا اللعب الجوكر بهجوم فريق نخاء بيقدر يكون خلف المهاجمين بيقدر يكون على طرف الملعب اليوم عنده دور بخط الوسط ألاجان محمد عطوي وتركيك كارلوس ألبيرتو وأحمد حجازي بخط الهجوم بصراحة أنا معجب دائما بالمقاربة التاكتكية يلي بيعملها عبد الوهاب أبو الهيل الأمر واضح ما كيف يتسلل على سعيد عواضة بالكرة الأخيرة بعض الأمور الواضحة ما بتحتاج إلى كتير من الكلام الكاميرا والصورة هي اللي بتحكي مثل ما شفتم مشاهدينا كنت عم بتحدث عن عبد الوهاب أبو الهيل اللي بيعرف بشكل كتير منيح الطريقة اللي بيمشون فيها مدافعينه أيضا على السعيد الهجومي عنده الجرأة الكبيرة يلعب تلات مهاجمين يعني بوجود كارلوس ألبيرتو أحمد حجازي وكريم درويش خلفهم يعني كريم عنده أكتر من دور على أرض الملعب صناعة الألعاب إلى جاري محمد عطوي مساندة المهاجم أحمد حجازي وأيضا يهرب على طرف الملعب بمحاول لإيصال الكرة إلى داخل مطقة الجزائي كارلوس لومبا بيأت على الكرة بالرأس لعند العطوي كريم درويش مباراة سريعة مباراة جميلة عم شوفها ببداية اللقاء مع وليد شور ووليدي بينق الكرة على الجهة الأمنيا لحسين زين الظاهير الأيمن مع محاول الانطلاء محمد حيدر صانع العب العهد بوسط الملعب بغير انتجاه اللعب على الجهة اليسر عند علي حديد موجود بهم بشكل أساسي بغياب حسين دقيق علي حديد محمد حيدر وليد شور ربيع عطايا أيضا ربيع البحث عن لاعب بيوصله الكرة بيلاقي طارق العلي طارق بينقيله على الجهة اليمنى لعند حسين زين عم يحمل شارط قيادة العهد اليوم بغياب هيتام فعور الموجود على مقاعد المدلال لكن هالمرة عم يخسر الكرة والكرة من جديد محاولة سريعة لإيصال الكرة إلى أحمد حجازي يعني بيعتمدوا بشكل كبير على انطلاقات أحمد حجازي الإخاء الأهلي علي وبفتكر فارس هو حل فعال بالنسبة له يعني من أصعب المباريات يلي رح يوجهها فريد العهد بتصور هو فريد إيخاء الأهلي علي ببحمدون مع طارق العلي اللي هون بيسدد كرة بعيدة بعيدة ما بتشكل خطورة أبدا على مرمى الشكل وهبي يعني عشر دقيقة على بداية المبارات وتقدم لفريد إيخاء الأهلي علي بنتيجة واحد سفر هدف كان لأحمد حجازي لاعب الإيخاء لاعب العهد السابق يلي انتقل رسميا قبل كان يلعب مع فريد إيخاء بالإعارة هالمرة رسميا عم ينتقل مثل كريم درويش المعار من النجمة كان هلأ صاروا رسميا مع فريد إيخاء الأهلي علي لعبين من الطراز الممتاز وقت يكون كارلوس ألبيرتو أحمد حجازي وبالإضافة لكريم درويش بتكون تنتره بأي لحظة وبأي مباراة ومين ما يواجه فريد إيخاء الأهلي علي بتكون تنتره فرص قدام المرمى مهدي خليل ما كان بيقدر يعمل شيء أبدا لهالهدف سين منذر هل رح يبلش فريق العهد مباريته بدوري ألفة هالموسم بنوع من المفاجأة بتعثر أو رح يرجع يستعيد أنفسه ويرجع لهالمبارات الأمور منا سهلة بس كمان منا مستحيلة مع فريق مثل فريق العهد محمد حيدر كرة مع المنذر المنذر بلعبها للعكيش العكيش بيحميها بمررة أميمية بتروح من محمد حيدر لشكل وهب شكل وهب عم جاري بيربح وقت عم جاري بيربح كل ثاني مع الكرة قبل ما يلطقطه مع الضغط اللي عم بيكون من لعبيه فريق العهد طماء يضيع وقت أبدا شكل وهب سعيد عواضة بيتقدم سعيد سعيد من أبرز اللعبين بيمركزه بيلعب الكرة لكريم درويش معه أحمد صالح كريم درويش كريم درويش بيخسر كرة لخارج الملعب رمي تميز لفريق العهد فريق إخاء بسجل هدفين اللي كان قبل هالمباراة وما دخل مرمي أي هدف هيدا الهدف التالي تالي اللي عم بيسجنه فريق إخاء الأهلي علي مثله مثل البرج البرج اللي سجل ثلاث أهداف وما دخل مرمي أي هدف على حديد بيلعب الكرة بس الحكم بيقول انه كرة خارج الملعب رمي تميز لفريق الإخاء الأهلي علي 26 مواجهة رسمية بين الفريقين العهد فاز 18 مرة الإخاء أربع مرات وتعادل كان أربع مرات العهد سجل 60 هدف بمرمى فريق الإخاء والإخاء مع هيدا الهدف اللي سجلوا عم بيرفع رصيده لـ 27 هدف بمرمى فريق العهد المباريات يلي انطلقت كمان مباراة شباب الساحل والتضام وصور رح نعطيكم أي شيء رح نتسجل بها المباراة مباراة شباب الساحل والتضام وصور لمجمع الرئيس فؤاد شهيب بجونية المباراة اللي عم تبعها مباراة الإخاء والعهد ملعب أمين عبد النور ببحمدون وابتبقى مباراة ترابلوس والغزية اللي عم تصير بترابلوس الحديد كرب يبعدها سعيد عواضة الله يا سعيد الله يا سعيد الله شوها اللعيب يا سعيد شوها اللعيب يا سعيد الله 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 عليك يا سعيد دخل 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 منطقة الشزاء عامل مشهود فرد رائع رائع هيدا اللاعب هيدا اللاعب الحلو وبمرير داخل منطقة الشزاء كاد كاد لحجزة كاد لحجزة يعملها لو ما الجبل اتدخل باللحظات الأخيرة وكاد يعمل النتيجة 2-0 سعيد عواضة أبدع أبدع وقت نشوف الكرة بالإعادة ياريت هنا نرجع نشوف انطلاء سعيد من الخلف انطلق انطلق سعيد ما حدا نعم بهديه هيدا سعيد طبع أخذ الكرة كسر الكرة رفع الكرة والإحجازة رأسية والإنجاز كان من مهدي خليل 14 ديئة العهد بخطر ولا هلأ فريق لخال أهلي علي بأمان كتير كبير من ناحية الهجمات من ناحية الدفاع ربيع عطايا عم تجرب حظه من ما كان بعيد من مسافة بعيدة ربيع عطايا وقت بيكون في تكتل دفاع من فريق لخال أهلي علي فدك تجرب تسدد من برا هيدا الطريقة يلي عم بجرب فريق العهد بالإعادة سعيد سعيد الله عليك شو هالعيب يا سعيد عواضة من اللاعبين يلي كتعب قول من الأفضل بمركزهم هيدا هم أحمد الصالح أحمد الصالح لوليد شور منه لمحمد حيدر لعبيه فريق لخاء تعليمات واضحة من أبو الهيل ارتدوا للخلف 8 لعبين بيرجعوا للخلف بيسكروا منطقتهم لأنه بيعرف منيح المهارات الفردية اللي عنده نيها لعبيه فريق العهد كرة عالية من شادي سكيف البطاقة الصفرة البطاقة الصفرة محقا سوا لعبيه فريق لخاء لعبيه فريق العهد أهلي عليه مع صاحب أهديف عديد الموسم الماضي عم نحكي عن كارلوس ألبيرتو كارلوس ألبيرتو لعب لبرازيلي يلي تمكن الموسم الماضي إنه يسجل سبع أهديف كارلوس ألبيرتو بيتقدم بيسدد كرة ضعيفة على كل هيدا كريم درويش عم بيسدد شربل يعني اليوم صورة البطا يلي مبيني لهلأ بعد مرور خلينا نقول 17 دقيقة بالمباراة مع بيتأثر فيه أبدا فريق نخاء الأهلي عليه هاي رهبية البطر رهبية نهيئ كأس الانتحاد الأسيوي قدر يتخطيها فريق نخاء بأول ربع ساعة من المباراة مثل ما حكينا فيرس الإخاء عنده أكتر من دافع ليخوض هاللقاء ويفوز فيه بمباراة اليوم عم نحكي طبعا عنه الرد على العهد يلي كان هزموا بالموسم الماضي وتفوق عليه الرد أيضا على كل يلي شككوا بالإخاء بعد بدايته السلبي بمباراته مع الصفة والتعادل السلبي بالمرحلة الأولى وأيضا الدافع الأهم في حال فاز الإخاء اليوم رح يكون وحيد بالصدارة بسبع نقاط أمام البرج الأنصار والنجمة وأيضا بيعرف أكتر العهد أنه الدافع يلي بيخلي لعبينه يقدموا مجهود مضاعف على أرض الملعب أنه ما عم بيواجهوا فريق عادي عم بيواجهوا بطل لبنان عم بيواجهوا فريق جاي من آسيا وهو عم يضع نفسه بين كبارة وأيضا عم بيواجهوا فريق داخل إلى البطولة وعم يسح على فوز أول وطبعا عم يدافع اللقبه وبالتالي اللي خالها اللي علي بيعرف أنه ما عم بيواجه فريق عادي عم يحط كل شي عنده على أرض الملعب ببداية المباراة يلي مرأ لها 18 دقيقة تماما كرة حاليا عند محمد حيدر محمد بيلعب الكرة عن طريق العلي ممتاز طريق العلي بمرور بحاول يهرب من سعيد عواضة لكن سعيد عواضة عم يعمل مباراة العمر بصراحة لعب تضام صور السبب وكابتن لخاء الأهلي عليها الحالي عم يعمل مباراة العمر من صور إلى الجبل عم يكون فعلا بقمة أداءه سعيد عواضة يستاهل يحمل شارة خيادة الإخاء ويكون عم نقود الفريق اليوم بهالروح الكبير يلي عم أقدمه على أرض الملعب إلي التقلي كتير كبير عليه على هجاب التحديد مع تقدم عليه حديد الزيادة اللي بيعملها محمد حيدر أو حسين مندر وطبعا بوجود طريق العلي إنما كل الحلول عم تكون موجودة عن سعيد عواضة على كل حرك الحرة حاليا للعهد فرح يلاقي هدف التعادل ويعيد المباراة إلى النقطة الصفر هيدا العمر يلي رح نعرفه مع تنفيذ محمد حيدر للكرة خمس لعبين من العهد عم يتحضروا لأكتحان منطقة جزالي خام محمد حيدر هو يلي لعب الكرة القوسية جميلة جدا من تجاه أحمد الصالح كول العكايشي 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 يعيشك يا عكايشي مثل العادة عاشق الشباك الرهيب أحمد العكايشي مرة جديدة عم يلاقي الشباك دائما موجود بالمكان المناسب كيف لأ وهو الرجل المناسب يلي لقاء العهد أخيرا الهدف القاتل طبعا بلمس جميل جدا أحمد الصالح كان عم يحول هالكرة العنصر الأجنبي بالعهد كان حاضر بالكرة الأخيرة ممتازة من حيدر ممتازة أكتر كانت من أحمد الصالح وأحمد العكايشي يا سلام يا سلام أحمد العكايشي التمركز الممتاز مرة جديدة شوف كيف قضع الكرة بالشباك ما معقول ما الهدف فعلا الرهيب خلينا نسميه الرهيب لهالعيب أحمد العكايشي أول أهدفه بالدورة وهو يلي كان طبعا عم يترك لنا هدف جميل جدا بالمباراة الكأس السوبر أمام الأنصار بالوقت يلي حاليا محاولة من سعيد عوضلة التقدم عم تتوقف عم يرتكف الخطأ المرة سعيد العهد هرح يقدر يسجل من كرة ثابت هرح عيد المور إلى النقطة الصفر عم ترجع إلى النقطة الصفر بالتأكيد الجمهور مع هدفه لأحمد العكايشي يمكن بتسجل بمرمى العهد لكن مش من السهل أبدا تخرج فائز بالمباراة فريق ما بيستسلم فريق عنده العديد من النجوم يلي بلحظة مثل ما شكنا بركلة القرى كيف لعب محمد حيدر الكرة على المصطرة هندسة لأحمد الصالح اللي كان هو المهندس الأعلى للهجمة ولعبها لعند العكايشي صاحب اللمسة اللمسة الهجومية السحرية اللمسة التهدفية اللي أعطت التعادل للفريق الأصفر من المباراة مطل لبنان إذن عب بعود والإخاء بالتأكيد شعر بوجوده على ملعب عمين عبد النور رمي التمهيس حاليا العكايشي في نمسة يد لمسة يد محمد درويش كان قريب من الحال اللي شايفها مثل وقاطها خطأ لمصلحة الإخاء يرجع الإخاء يتنفس ياخد روح ويرجع يبني من أول وجديد ليحاول يستعيد التقدم لكن المهم مننا سهل أبدا في حال كان اعتماده فقط على أحمد حجازي لأنه قرع اللعب دفاع العهد لحظه صار فيه لاعب دائما من العهد متأخر خلف أحمد حجازي نور منصور تحديدا كان بالحالة الأخيرة ما بقع عم يتركوا المسيحة عم يتركوا الممرات لأحمد حجازي اللي هينطلب بسرطة ويتلقى كرات كريم درويش ومحمد عطو بالوقت يعني طارق العلي عم يستلم الكرة طارق بلعب الكرة عند حسين زين جميل جدا اختراقك حسين زين على الكرة الأمام خطيرة جدا في سؤوت وفي ركلة جزائلة مصلحة فريق العهد ركلة جزائلة مصلحة فريق العهد بالهجمة المنظمة والانطلاء الجميل جدا شوفوا حسين الزين باللمسي هون ربيع عطايا دخل والخطأ كان من حسن ديب على ربيع عطايا حسن ديب عم يطرد على القرار كان فيكم تشوفوا اكيد مشاهدينا الحالة بشكل واضح انطلاء ممتاز كانت فارس بالكرة الثلاثية من طارق العلي الى طبعا حسين زين ومنه اللمسة الى ربيع عطايا والبنالتي لمصلحة العهد احمد العكايشي جاهز للتنفيذ وجاهز لعطاء التقدم للعهد من دون شك العكايشي بمواجهة شاكر وهبي العكايشي اللي بيوعد ويكون واحد من المنفسين على لقب الهدفين بالدور اللبناني العكايشي ومواجهة شاكر وهبي هل رح يتمكن اللاعب التونسي من التقدم من تسجيل هدف والتاني من قلب نتيجة المباراة هلا الشي رح يصير او شاكر وهبي رح يكون عنده كلمة تانية بهالفرصة العكايشي رح يتقدم محمد درويش عميت له من اللاعبين ما حدا يدخل منطقة الجزاء قبل ما يسدد العكايشي بيتقدم وبالسجل جول 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 العكايشي بخمس دقايق قلب النتيجة كلها قلب النتيجة هايدة حلاوة المباريات شربل هايدة حلاوة الدورة والعهد كنت عم بقول هل رح يتبكى فريق لخاء الاهلي عليه انو حافز على التقدم يلي احرزوا اليوم العهد عم يلعب خمس لعبيل كانوا عم بيشاركوا بالتشكيل اللي السي بمواجهة جزيرة الاردن اليوم خارج التشكيل والعهد ما بيتأثر العكايشي بيسدد على يسار شيك الوهب ليسجل هدفه الثاني لاعب رائع لاعب ذكي هيدة صفقة الموسم الصفقة الذكية كتير من فريق العهد عرف مين يستقدم عرف مين يتعاقت مع مين اي نوع واي يطينة من المهاش مين انت يا عكايشي يعني بين عكايشي بين الهي وبين اللواتي الكرة التونسية بلبنان بينرفع الراس فيها فعلا عهل مستوى الرائع يلي عم تشوفوه طارق العلي بيلعب الكرة ما زالت داخل الملعب ابو الهيل ابو الهيل انتهي الشوط الاول بين ترابلوس والغزية بالتعادل الاجابة ترابلوس استقدم واحد سفر والغزية من ركلة جزاء عم بيعدل النتيجة وليد شور بمرر لحسين زين سين زين الا العكيش العكيش بيتقدم بس بعيد 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 الكرة فريق لخاء بيقدر يرجع للمباراة بس بدي ينتبه من هاللاعب الخطر من هاللاعب يلي بيقدر بأي لحظة يضرب قدام المرمى العكيش اللاعب برقم تسعة وتسعين بتشكيلة فريق العهد زكرنا رقمه برقم مارتن تشاف بس عكيش بميل وتشاف بميل تاني كريم درويش متقدم معه أحمد صالح كريم على الشهل من هاي ركلة الجزائق كنا عم نشوفها بالإعادة كمان مرة ومهدي خليل جمهور العهد يلي عم بشجع فريقه يلي عم بقاذر فريقه وشبنا جمهور العهد بأحلى صورة وبعدد كتير كبير لأول مرة هالقد بيحضر جمهور لفريق العهد بمباراته قدام الجزيرة الأردنية اللي انتهت لبناني عهدوية بنتيجة 1-0 وليتشور بمنتصف ملعب مبارات حلوة مبارات سريعة مبارات ممتعة مليئة بالأهداف ثلاث أهداف شربي اللي هلأ بأول 25 ديئة يعني المشاهد اللي عم بيتابع المبارات قاعد ببيته قاعد بالمقهى بأي محل بيستمتع وقت نشوف ثلاث أهداف بين فريقين كبار بأول 25 ديئة من عمر المبارات طبعا برح اتبعنا خمس أهداف أيضا مبارات الأنصار والصفة مرحلة بعد مرحلة الدورة عم بيصير أحلى ومستوى المنافس عم يعلى وأيضا الأهداف الهجوم الرائع يلي عم يقدموه أكتر من فريق بلاش يظهر اليوم الإضافة الكبيرة للدورة هو عودة العهد ليخود أولى مباريات وطبعا معهدافه أحمد لعكاشي يلي عم بسلم على الحج مالك من دون شك بطريقة غير مباشرة صراح ثنائي بتوقعه الموسم بين الحج مالك وأحمد لعكاشي العائد لإعادة لقب الهداف إلى العهد يمكن اللقب الوحيد يلي كان عم يفلط من العهد بالمواسم الأخيرة هو اللقب هداف الدوري تحديدا بالموسمين الأخيرين مطرح مكان الحج مالك مهاجم الأنصار عم يحرز لقب الجول يادور وبالتالي اليوم العكاشي حاضر للمنافسة على هالأمر هدفين العكاشي أربع للحج مالك لكن طبعا العكاشي بمرأة وحدة الحج مالك بثلاث مباريات رمي التميس حاليا للإخاء الأهلي عليه مع وصولنا إلى الدقيقة السبع وعشرين دقيقة من تقدم الفريق الضيف العهد اثنين واحد على الإخاء ترعانة كارلوس ألبيرتو عملية الضغط بوسط الملعب عم تجبر الإخاء يعود للخالف عم محمد عطوي ها أيضا كارلوس ألبيرتو بحاول مريا سلام عليك يا برازيلي يا لعيب مهاري جدا كارلوس ألبيرتو عم ينطلع التدخل من وليد شهور والخطأ من وليد شهور والإندار يلي رح يكون بانتظار اللعب الرقم 14 فعلا محمد درويش عم يرفع البطاقة الصفرة هون العرقلة من وليد شهور على كارلوس ألبيرتو غياب عيسى يعقوبه وليد شهور عم ياخد مكانه عم يقدر يعبي في مركزه تطور بشكل كبير من الموسم بالموسم الماضي مع خوضه غالبية مباريات فريق الرسينج ووجوده بالعهد منه عن طريق الصدفة أبدا أيضا شقيقه محمد شهور لاعب مدافع واعد جدا يبلغ من العمر 18 سنة عم يكون موجود مع الرسينج هالموسم ممكن لاش لا تشوفه مع العهد بالمواسم المقبلة بيعرف كيف يقتلس المواهب العهد بيعرف كيف يزرع بالفرق الأخرى ومن ثم يجني ثمارا هذا الأمر ظهر بأكتر من حالي ومع أكتر من اسم تقلق بالعميس الأصفر كريم درويش مثل عادة هو خلف الكرات الثابتة كريم على التنفيذ مهدي خليل عم موجه حقاة الصد كريم صاحب تسديدات قوية وأيضا بيعرف الطريق إلى المربع فرح ينجح أيضا بإعادة الإقاء إلى اللقاء كريم بفضل لعب الكرة الأمامي متجاهه لكريستوفر مونتالي نادر ماروش بيقطعه بشكل مباشر نور منصور نور منصور باتجاه ربيع عطايا رمي التماثل الإخاء الإخاء بالأسبوع الماضي وبفضل كريم درويش وأحمد حجازي كان عم يفوز على طرابلوس بذكر طرابلوس متعادل بالوقت الحالي مع الشباب الغازية واحد واحد مع نهاية الشوت الأول أكيد أول بأول رح تعرفوا النتيجة خلال نقل المباشر لهالمبارات مبارات أخرى أكيد شباب الساحل والتضام الصورة على ملعب مجمع فؤاد شاب الرياضي بجونية منقولي مباشرة عبر شاشة وان بالتزامن مع هاللقاء ودائما كل المباريات وكل الفوتبول عبر شاشة الام تي في مهدي خليل مهدي على الكرة الأمام سين زين هو اللي عم ينطلق سين بيترك الكرة اللي عند ربيع عطايا بحال لعب الكرة الطويلة هون في استضام بين طارق العلي ونادر مروش المصاب على أرض الملعب استضام عنيف بصراحة لهون سنت صوت الاحتكاك بين اللعبين طبعا بشكل غير متعمد طارق العلي كان استضام بنادر مروش عنده الأول البدني طارق العلي الكافية بيخلي نادر فعلا نشعر به القلم كبير بردة الفعل اللي عملها أبو سقوطه على أرض الملعب تدخل معالج فريري خالها لعلي مكرم الحلبي لمساعدة نادر مروش للعودة إلى اللقاء شوفوا بالإعادة هون الاستضام عنيف جدا فعلا كان يعني بما كان حساس جدا على أمل أنه تكون صابتوا لنادر منا كبيرة وضاموا صور طرابلس والشباب الغازية هن الفرق يلي قبل هالمرحل اللي كانوا بعد ما أحرزوا أي نقطة مثلهم مثل العهد العهد دي كان بفعل عدم خوضوا لأي مبارات طرابلس خاد مبارات واحدة طبعا كان عدو مبارات بالمرحل الأولى مع العهد تحديدا لكن تم تقشيلها تضاموا صور للغازية خضوا المباراتين وتلقوا هذين وأكيد كل واحد منهم اليوم يأمل أنه يخرج بأولى نقاطه الموسم تضاموا أمام الساحل والغازية وترابس بالمبارات المهمة جدا بالنسبة للفرقان بيعرفوا كتير منيح أنه المنافسة على اللقب وحتى على مراكز كأس النخبة راح تكون سهلة وهيك نوع من المبارات مع الفرق يلي بتوقف بذيل الترتيب أو بالمراكز المتأخرة خلينا نسميها المواجهات المباشرة هي مهم جدا بالوقت يلي كريم درويش عم يحط نفسه بمواجهة مع دفاع العهد وفي لمسة يدهم الحكم محمد درويش عم يقول على ابن العيلة كريم درويش اعتراض من كريم على حكم المبارات الاعادة مرة جديدة فيكم تشوفوا يلي صار كرة ملعوب للأمام مرة جديدة الانطلاع على الجهة اليسرى من محمد حيدر حيدر بيحافظ على كرته محمد بيعود للخلف مع وليد شور من لمسي واحدة هيدا نوع اللعبين يلي بحب شوفوا بخط الوسط يلاعب اللمس الواحدة بيسرع ريتم اللقاء بيخلينا نشوف فوتبول أسرع تحديدا من الناحية الهجومية المراوغة الاحتفاظ بالكرة الاستحواذ احيانا ما بينفع بالوقت يلي فيه كرة عرضية الكرة العرضية كادة تتلاقي الطريق الى الشيباك شاكر وهبة تحت انظار بقى سم مرمر المدرب الاهم بتاريخ نادي العهد من دون شك ان كان من خلال الانجازات المحلية وحتى من خلال طبعا تأثيره على مشوار العهد على السياحة الاسيوية موسم بعد اخر قدر العهد يفك عقدة الادوار الاقصائية ويوصل الى المباراة نهائية 2 نوفمبر بذكر 22 ثاني المقبل هو الموعد الكبير بمواجهة 25 ايبرل الكوريا الشمالية اللي كانت خطى بالدور نصف نهائية ومنهائية منطقة شرق اسيا عنوي تي ان تي الفيتنامي هنا التطور الكبير يلي عم بصيب عدد من البلدان الاسيوية المفترض ان نلحق فيها بشكل سريع ونكون بعاد عنها مثل فييتنام ومثل ايضا كوريا الشمالية اللي بتعرف دائما تنهض من اي كبوي شفنا على سعيد المنتخب الوطني كان عم تلقى خسارة من كوريا الشمالية 02 ببداية التصفيات الاسيوية المزدوجة وبعد ما منتخبنا طبعا بين كأس اسيا والتصفيات الاسيوية كان قدر يحصد سبع نقاط بمواجهة الكوريين والمنتخب طبعا المدعوى الاسبوع المقبل لمواجهة توريكمانستان بالتصفيات الخاصة بكأس اسيا 2023 ومضيق قطر 2022 بالوقت يلي هون علي حديد الرقم ورا مش قدام بالشورت يعني خطأ مطبعي فينا نقول بالنسبة لعلي حديد وبالنسبة للرقم الموجود على الشورت واحد من اللطات الطريفة والغريبة بنفس الوقت يلي نشوفها عادة بالملاعب أولي بالشرط بالقلب كنا حاليا مع فريق العهد رمي التماس عم بتكون مع عالي حديد يلي بالعبلة محمد حيدر الهدر مروش بيبعدها لعكي شرح يتركها لا تروح راكلة ركنية راكلة ركنية لفريق العهد العهد يعني عم بيبحث عن الهدف الثالث إذا قدر هدف الثالث بيرتاح كتير بهالشرط الأول من بعد ملاعب حاله عم بيتأخر ببداية المباراة بيرجع بيتأدم العهد بطل لبنان سبع مرات بطل لبنان ست مرات حامل كأس لبنان السوبر 8 مرات وعن نخبئ خمس مرات القاب عديدة عم بتكون وليد شور وليد شور بمر لأ محمد حيدر محمد حيدر بيرجع محمد حيدر عم بيستعرض شوي محمد حيدر منه لا حسين زين كابتن الفريق بيتأدم حسين زين بيتأدم على الجهة اليوم لمازالت مع ربيع عطايا ربيع عطايا هون في استدام صار والكرة مازالت مع فريق العهد ربيع عطايا لازم الكرة تكون خارج الملعب سين زين عم يطلب منه منه محمد عطو يحط الكرة خارج الملعب هذا الاستدام يلي صار كريم درويش عرض هون لرد لضرب وكريم درويش خارج أرض الملعب يعني على الخط لازم يظهر كريم وتتم معلشته ما يضيعوا وقت أبدا الفريقين بهالوقت وليتشور عم بياخد تعليمات من باس مرمر على الخط تماما وليتشور يلي طريقة لعبه ووقوفه طوله بمنتصف ملعب يذكرني برد عن طر يلي بيلعب الكرات السهلة خارج الملعب ما كنا عم نحكي كريم رح يطلق العلاج ومحمد درويش رح يتابع المباراة كريم درويش لاحتكاك يلي صار هايدي جراء رده صار تعرض له هكيد رح يتابع المباراة ما بتدعي لألق أبدا هون كريم درويش وربيع عطايا هيدا الشي يلي صار والإصابة يلي تعرضها بركبت كريم درويش علي حديد برجع الكرة لعند حسين منذر منه لوليد شور وليد شور بمنتصف ملعب منه لمحمد حيدر كريم درويش برجع بقوم لمتابعة المباراة منتظار محمد درويش يلي بيعطيه إشارة لا يرجع يدخل لأرض الملعب يرجع بفوت كريم طريق العلي لحسين منذر حلوي كتير علي حديد يلي ما أريها علي حديد كمان علي حديد أخر على الكرة كانت ممتازة تمريرة 36 دقيقة على بداية المباراة تلات أهداف نايلنا العهد واحد للإخال أهلي علي المباراة يلي عم انتباعها مباشرة عبر شاشة أم تي بي أحمد عجيزي خطر كتير وقت يتنقش الكرة وقت ينفرد وقت ينطلق انطلاقته الصاروخية بتهدد أكبر دفاع موجود وليد شور للمنذر منذر لأحمد صالح منقول علي حديد علي حديد بيلعب الكرة أمامية لعن طارق العلي طارق طارق العلي بيخسر الكرة بتروح للعطوة مش لوقتي كتير العكيشي موجود وين مكان العكيشي بمنتصف ملعب بالهجوم بالتسجيد بالتشجيل تمريرة ممتازة سين زين بيتطلع الكرة داخل منطقة جزائبي بعدها كريستوفر مونتالي لعب منتخب زامبيا كريستوفر مونتالي لخارج الملعب الخطر موجود ولاعبيه فريق الإخاء الأهلي علي عم بيقدوا عملية في التحمية بينما ما في ولا لاعب عم بيقد التحمية من ناحية فريق العهد الركلة الركنية ربيع عطايا على التنفيذ مع سين زين سين زين على الجهة اليومنا بيتقدم سين زين حلو كتير الكرة لربيع عطايا ربيع 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 بيلعب الكرة داخل منطعة الشزائي بيبعدها بالوقت المناسب سعيد عواضة سعيد عواضة بيبعد الكرة قبل ما يكون في فرصة هدف لفريق العهد طارق العلي طارق العلي بيرجع لعند محمد حيدر محمد حيدر بيسدد كرة بتستدم بينادر مروش الخطر العهدامي موجود العهد خطر هاي بالإعادة الكرة يلي بيبعدها سعيد عواضة بالوقت المناسب كرة حاليا مع حسين منذر منذر بيحافظ على الكرة منذر بيقدر يمرر لنور منصور نور منصور على الجهة اليمنى فريق العهد أفضل عم بيكون بهالدقائق من فريق لخاء الأهلي عليه الهدف الثاني عطيهم جرعة معنوية كتير كبيرة علي حديد مدافع من حديد علي حديد طارق العلي بيتقدم طارق العلي معه نادر مروش مزالة كرة داخل الملعب 3-0 بيمرر لسعيد منه لمحمد عطني محمد عطني صاحب الأسس صاحب التمريرة يلي إجا مننا الهدف الكرة مزالت مع كارلوس ألبيرتو بمرر بدوره نشادي سكيف ظهير أيسر فريق العهد اليوم علي حديد يلي عم بحل بالتشكيلة الأسسية بدلاً من أحسين داقية أحسين داقية عنده إصابة براسه واضحة بس بيقدر يشارك إذا طلب منه بس مبربر أحسين داقية تعرض للإصابة من مباراة الجزيرة في أردن بعد الاستدامة اليسار وفي قطب كما شفنا كمان براسه لأحسين داقية وعيسى يعقوبه أيضاً كمان هو وياه وقت اصطدمه ببعض يعني قطب من هون قطب من هون القطب شربي لكل عائلية يعني محلية ما في مشكلة أبداً بس يلي بيميز فعلاً فريق العهد عن بقية الفرق عم بيحكي من ناحية اللعبين على الاحتياط من ناحية الأسماء الرناني يلي موجودة وعلى أمل تشوف دوري رائع مستوى ممتاز ومنافسة أقوى وأقوى مع المراحل اللي جاء عمدو الشك عندو الخيارات الكتير دائماً منقول ومنكرر الأمر من الموسم الماضي والموسم اللي قابله الكابتن باس بمرمر عندو أسماء عندو لعبين بقدروا يلعبوا أكتر من دور بالواتي اللي هون عم شوف نادر ماروش وطارق العلي على الالتحامات الدائمة وأيضاً أكتر من المرة شفناهم بمشهد فعلاً فيه نوع من المواجهات الثنئية القاسية على أرض الملعب الأقصى خليني يقول بين أي لعبين موجودين على أرض الملعب بالوقت الحالي ربيع عطايا عم يلعب هالكورنر أصيرة الكرة بيتمكن منه كريستوفر مونتالي المدافع الزنبي بالوقت يلي أحمد حجازي عم يحاول يهرب بهالكرة بمواجهة وليد شوف هو وليد كيف عم يعمل التغطي ما فيه أي خطأ أحمد حجازي عم يستلم بيحاول يروح بالسرعة ولكن على مين هالحسين زين ما هو الأسرع على أرض الملعب عادة رسيم مونزر بيلعب الكرة لعند حيدر أو لعند عطايا اللي بيعيدها لعند مونزر الكرة الأمامية العكاشي وكريستوفر ما فيه أي خطأ أي عكاشي أول مرة ما فيه أي خطأ الكرة عم تنتقل للإخاء الأهلي عليه بشكل سريع الكرة ملعوب للأمام مرة جديدة الإخاء عم يحاول ننضم صفوفه أقل من خمس دقاي على نهاية الشوط الأول من اللقاء الإخاء بده يجرب يدخل إلى غرف الملابس بنفس النتيجة اللي ادخل فيها إلى أرض الملعب أي التعادل طبعا ولو أنه التعادل رح يكون بعد احتزاز شباك الإخاء مرتين في الوقت الحال إليه صار الشيش بتقدر تشوفه النتيجة قبل الدعاية على نهاية شوط الأول إذن العهد دائما مع نجمه تونسي أحمد لعكاشي سجل هدفين ردا على هدف أحمد حجازي الإفتاح بهذه المباراة نور مصور بالخلف نور عمليت بناء الهجم دائما عبر نور مصور أو أحمد الصالح بيعرفوا يطلعوا الكرة بشكل كتير منيح من الضغط ومن منطقة الجزاء إلى لعبية الوسط يلي من بعده هن بيهتموا بالأمر أيضا عمر واضح إصال أحمد لعكاشي إلى الشباك والهدف الأول بالنسبة للعهد وليد شور تدخل أيضا أحمد حجازي عم يعمل ضغط ممتاز هو وكريم دروين شوفه وانتصاره بلحظة كريم أيضا بيحاول يتلقى هالكرة من أحمد السراع مع نور منصور نور طغطي ممتاز من الرقم أربعة بتروح لعند حسين زين العهد مجددا من الهجوم أخدوا رتق المبارات بين العهد والإخاء هجم بهجم محاولة بمحاولة بالوقت يلي حسين زين هريم جدا من منطقة جزائي عم يتقدم حسين زين بحاول يخترق لكن أتغطية مجددا أتغطية الدفاعية من سعيد عواضة بالوقت المناسب مجهود كبير عمله حسين زين عم يعتمدوا لعبية العهد بمطرح معين بالاختراقات على نفسهم أكتر من اللعب الجماعي هالأمر ببعض المحلات ما عم يفيدون أبدا مثل الكرة الأخيرة يلي عم يحاول كان يعملها حسين زين مع ضغط هون يلي عم يعملوا الرهيب أحمد العكايشي على سعيد عواضة رم يتميس للإخاء مادر مروش مقطوع الكرة كان روس ألبيرتو أيضا عم يتدخل شوفه ارتداد لعبيء الإخاء الأهلي عليه دائما بالحالة الدفاعية لمحاولة استلام الكرات لكن مش الكرات الطويلة عم تخون المفتاح وكلمة السرب كتير من المحلات لسه من بسيط مثل ما ذكرته هو وشود دور مصورة أو أحمد الصالح خلف أحمد عجيز لم يسمحوله أبدا يروح بوحدة من انطلاقاته السريعة ويأثيهم مثل ما عمل في بداية المباراة طريق العلي الكرة للخلف كريستوفر مثل الخيال والأحمد العكايشي ما عم يتركه أبدا لكن هالمرة المدافع الدولي مدافع منتخب زامبيا عم يخرج بالكرة رم يتميز للعهد بالإعادة مرة جديدة شوفوا الصراعات التنائية وطارق العلي بطريقة فنية كان عم يحاول يوصلها لأحمد العكايشي أثويني وداية الأخيرة من الشوت الأول ربيع عطايا عم بيراوغ ربيع كارلوس ألبيرتو أيضا عم يعود للخلف حطأ لمصلحة كارلوس ألبيرتو سريع الإخاء شوفوا ما بدي يضيع الوقت أبدا بدي يحاولي يجي بدي يحاولي لقى التعادل أحمد الصالح المدافع الدولي سوري تغيير اتجاه لعب مرة جديدة الاعتماد على حسين الزين على الطرف الأيمن شايفين نقطة الضعف بمطرح معين بصراحة الهدف العهدابي الأول كان من كرة عرضية عنه الجهة تحديدا ومن بعدها كانت الاختلاع أيضا عن الجهة اليمنى بين حسين الزين وربيع عطايا المنطلع من الخلف وقدر يحصل على ركلة جزاء من حسن دي بتحديدا أكيد بدو عيد حساباتو عبدالوهاب أبو الهيل بشكل كبير قبل انطلاع الشوت التاني يشوف شو ممكن يعمل تيأمن الجهة اليسرة اللي هي نقطة الضعف بالوقت الحالي عند الإخاء الاهلي على يهد أمر واضح دايقتين من الوقت المحتسب بدل عن ضائع عم يرفعون الحكم الرابع ماهر العلي دايقتين أمام الأخاء لمحاولة تدارك الوضع ويخفف عنه الضغوط قبل بداية الشوت التاني بيعرف كتير منيح أنه العهد نفسه طويل كارلوس لومبا ما شفنيه أبدا بواسط الملعب نادر مروش أيضا بيقطع الكرة ونور بزكا وبخبرة كبيرة يا سلام يا سلام يا نور منصور كيف رجع الكرة لعند مهدي خليل بثاقة كبيرة بيلعبه مدافعي العهد وأيضا عامل التأقلم هو أمر مهم جدا بالنسبة لهم حمد حيدر بواسط الملعب ربيع عطايا براوك كارلوس ألبيرتو ويعودها لحيدر عم يمرقها الثواني عم يمرقها الوقت هاي دا أمر واضح بالدقيقة الأخيرة والدقيقة التاني من الوقت المحتسب بدل عن ضائع علي حديد التأدن من جديد على الجهة اليسرى والكرة الطويلة لعكاشي ما بيقدر يوصل سعيد عواضة يسيطر عليها السعيد لعند كريم درويش كريم كريم أصدر عم علي حديد علي حديد عم ينجح من جديد ونيوقف كريم درويش حمد حيدر تحت الضغط ممتاز محمد حيدر الحلول الحلول بأشكال مختلفة عند فريق العهد هذه هي نقطة القوة بمباراة اليوم وتبادل المراكز والدور الحر والدور المحور يلي عم يلعبه محمد حيدر عم يكون فعلا حاسم جدا باستحواذ العهد على الكريم أيضا من خلال تنظيم العملية الهجومية يلي حاليا عم تستكمل مع ربيع عطايا على الجهة اليومنا الزيادة العددية أيضا والثنائية يلي عم يعملوها لعبي العهد على أجهة بالتحديد عم تعطيه الأدفانتج مع نهاية الشوت الأول من ملعب أمين عبد النور ببحمدون يخال أهلي علي يلي كان تقدم عبر أحمد حجازي عامليه نفسه بعد 45 دقيقة متأخر أمام ضربات العهد وأحمد لعكايشي يلي سجل هدفين الثاني كان من مش مهم بالنسبة للعهد لأن المهم بالنسبة للأنه أمام عم يدخلو إلى غرف الملابس وهن متقدمين على صاحب عضي يافي شو ممكن يعمل عبد الواب أبو الهيل للعودة إلى المباراة بالشوت الثاني شو ممكن يعمل باس المرمر للمحافظة على النتيجة أو توسيع الفارق بالأهداف هيدا عمر رح نعرفه بعد الاستراحة السريعة مشاهدين فصل ألاني سريع وبعدها بنعود إلى ملعب أمين عبد النور باب حبدون ولقاء العهد والإخاءة الأهلي عليك